طبعا مثل ما تعلمنا من تخطيط الصفحة الحجم احجام الورق الاضافية والعروض راح يكون 9 سنتيمتر الارتفاع راح يكون 5.5 ولن ننسى الهوامش 1 سنتيمتر من جميع الاطراف موافق طبعا نضيف بيال اسفل ثلاثة مربعات وليكن هذا المربع وممكن نختار له هذا اللون الاخضر او ممكن يكون هذا اللون الاخضر ومن تعبئة الشكل نختار طبعا مثل ما اختارينا هذا اللون الاخضر ومن المخطط التفصيلي نختار اللون الابيض طبعا ناخذ نسخ من هذا الشكل لصق ونحاول نخليه بجانب شكل اخر ومن تنسيق تعبئة الشكل مزيد من الوان التعبئة ممكن شوي نغمق الشكل جميل او ممكن شوي نزيد بالعتمه مزيد من الوان التعبئة ممكن انه شوي نزيد بدرجة ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق وايضا ناخذ هذا الكارت ونخليه بجانب التصميم او المربعات الاخرى وايضا ممكن نزيد بالعتمه او بالحدة اللونية من خلال مزيد من التعبئة وممكن ننزل الى الاسفل نلاحظ انه صار عندنا هالتصميم الجميل بعدها نضيف شكل اخر طبعا هذا الشكل ممكن يكون به الارتفاع ممكن من تعبئة الشكل نختار مثلا هذا اللون ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي ممكن يكون بالاسفل جميل جدا طبعا من ادراج مربع ناص نكتب اسم المؤسسة بالانجليزي او اسم الشخص بالانجليزي طبعا راح اختار ممكن ابقيه باللون الابيض وانزل الشكل الى الاسفل فوق المربع الاسود طبعا هو اسود فاتح تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن ازود حجم الشكل وممكن ازود ارتفاع مربع الناص ممكن اخلي بها المكان تمام جدا طبعا بقعدنا هذا اللون الخلفية احاول انه ما يكون ابيض حتى انطيفت لمسة بسيطة من تخطيط الصفحة لون الصفحة تأثيرات التعبئة ونختار مثلا نقش ونختار احد الاشكال وليكن هذا الشكل والاحظ انه لون المقدمة يكون مثلا في هذا اللون ولون الخلفية يكون ابيض وموافق الاحظ انه انضافة عدي هذه النقوش او الخطوط الجميلة جدا تبطينا في هذا اللمسة واضيف بيه المكان اضيف بيه المكان المعلومات الشخصية اخاف واحد يتساءل انه هاي الايكونات شون صار لون اخضر مثل ما تعلمنا من اللون نختار هذا اللون الاخضر جميل طبعا ندرج شكل وليكن بيه المكان ممكن انه شويه ينزل الى الاسفل ومن تعبئة الشكل ننطيه مثلا هذا اللون الرمادي فاتح ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وندرج مربع نص ونكتب او ممكن هذا نفسه مربع النص ناخد من عنده نسخة اختصارا للوقت نسخ لصق ونحاول نخلي بيه المكان ومن اللون ممكن نختار هذا اللون ونكتب مثلا عالم بها الاحترافي طبعا اقدر يكون bold اكبر ممكن حجم الخط شوية وممكن انه يكون بيه المكان ممكن انه هذا الشكل احاول شويه ارفعه والنص يكون يعني صاعد بالنص الى الاعلى وممكن مربع النص احاول اقلله وانطي محاذات الى اليمين جيد جدا اضيف الشعار بيه المكان ممكن انه شفت هذا المربع صاعد ممكن انزله الى الاسفل اضيف الشعار بيه المنطقة في حال انه ذا عندي شعار تمام جدا صار عدي تصميم انيق وجميل وحديث في نفس الوقت اشتركوا في القناة